وننتقل معكم ومشاهدنا إلى الخبر الآخر من الإمارات إلى كوريا الشمالية التي سجلت حالة أول حالة وفاة بكورونا وتعلن حالة الطوارئ وطنية خطيرة وأغلاق جميع المدن والمقاطعات في كافة أنحاء البلاد بشكل كامل قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن حمى مجهولة المصدر تنتشر في كوريا الشمالية منذ أواخر أبريل نيسان الماضي وأنه يجري الآن علاج 187 ألفا وثمانمائة شخص في العزل وأفادت الوكالة بأن حوالي 350 ألفا من السكان ظهرت عليهم علامات تلك الحمى من بينهم 18 ألفا أبلغوا عن إصابتهم بهذه الأعراض يوم الثلاثاء الماضي فقط وأكيد بهذا الصدد رح نأخذ بعض التعليقات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي العراقي وتعليقاتهم على هذا الخبر كانت أول تعليق ويانا رح يكون من الفيسبوك من لقاء عباس جد قديمين إحنا بالعراق تطلع عندنا أمراض جديدة وهم وبعدهم بكورونا وطلابتها وأيضا تعليق آخر على هذا الخبر مشاهدين التعليق على الفيسبوك أي كوريا قريبة علينا إذن راح تصير الامتحانات ألكترونية طبعا أكيد مثل ما نشوف أكو بعض السخرية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي العراقي على هذا الخبر بحكم أنه العالم بأسره عانى من الويلات وحالات وفيات بالملايين على مستوى الكرة الأرضية كلها بكورونا وهم هسا يلا وصلهم ناخذ تعليق آخر على هذا الخبر نشوف التعليق على الفيسبوك خطية هسا يلا وصلتهم راح يصعد الليمون والبصل والفلفل عندهم وفي هذا التعليق كان هناك إسقاط على الأوضاع في العراق تحديدا وأكيد هذه آراء الناس على السوشال ميديا وكل واحد يمثل رأي الشخصي وجهة نظرة بكل خبر يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي موسيقى